بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ونحمة الله وبركاته أثار الحديث عن صفقة إيرانية مرتقبة لبيع طائرات بدون طيار إلى موسكو الكثير من الجدل حول سبب إقدام روسيا على تلك الخطوة وكيفية استخدامها للطائرات المسيرة في الحرب بأوكرانيا وإمكانية تغيير الصفقة لمسار الحرب وقلب الموازين لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية في وقت سابق من هذا الشهر كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سيليفان أن روسيا تحصل على مئات الطائرات بدون طيار من إيران وسيبدأ التدريب معها في غضون أسابيع وفقا لأسوشتود بريس وفي ظل الحديث عن الصفقة الروسية الإيرانية المحتملة جاءت التساؤلات حول منح هذه الخطوة روسيا الميزة التي تحتاجها لتغيير مصار حربها في أوكرانيا بشكل جذري وفقا لتقرير ديليبيست وهنا يأتي سؤال لماذا يحتاج بوتين للدارون الإيرانية تصف ديليبيست برنامج الطائرات بدون طيار المحلي لروسيا بالباهت مشيرة إلى أن إيران الحليفة المقربة من روسيا تمتلك عددا من الطائرات دون طيار التي تهتم موسكو بالحصول عليها وخسر بوتين حرب الطائرات بدون طيار في أوكرانيا وتحتاج روسيا لشراء طائرات در قتالية لمعالجة ضعف قدراتها في ساحة المعركة الأوكرانية ولذلك تقدم إيران الكثير من الخيارات لموسكو وفقا لتقرير لصحيفة هارتس الصهيونية وتصنع إيران عشرات الأنواع المختلفة من الطائرات دون طيار وفي عام 2019 وصفت تقارير استخباراتية أمريكية الطائرات دون طيار الإيرانية بالقدرة الجوية الأسرع تقدما لطهران ويمكن لطائرات إيران دون طيار القيام بعمليات استخباراتية ومراقبة واستطلاع وإطلاق ذخائر نارية أو الاستضام بالهدف والانفجار وفقا لديلي بيست ووفقا لما نقلته ديلي بيست عن مسؤولين أمريكيين فإن إيران عرضت طائرات دون طيار مثل شاهد 191 وشاهد 129 على وفد روسي في يونيو وتمتلك طائرة 191 و129 القدرة على الاستطلاع بعيد المدى وإطلاق الذخائر حيث تشبه الأخيرة الطائرة الأمريكية المشهورة موك وفقا لديلي بيست سيناريوهات الاستخدام في أوكرانيا تشير ديلي بيست إلى أن السيناريو الأسوأ بالنسبة لأوكرانيا وهو قيام إيران بنقل طائراتها دون طيار الأكثر قدرة بشكل جماعي إلى روسيا ويمكن لطهران نقل طائرات دون طيار مثيلة لتلك التي تزود الحوثيين بها في اليمن إلى موسكو من أجل توفير عدد أقل من طائرتين 191 و129 حسب ديلي بيست واستخدم الحوثيون بشكل استثنائي الطائرات بدون طيار الإيرانية لمهاجمة أهداف عسكرية في اليمن ومحاولة اغتيال مسؤولين يمنيين ومهاجمة المنشآت النفطية السعودية لماذا الآن؟ تشير ديلي بيست إلى أن الصفقة المرتقبة تعد مؤشرا على أن روسيا تعاني من نقص في إمداداتها من الطائرات دون طيار وخلال الأسابيع الماضية لجأت القوات الروسية إلى التصعيد الصاروخي والمدفعي في حربها بأوكرانيا ولجأت لاستخدام ذخيرة ترجع للحقبة السوفيتية بسبب نقص في المعدات والأسلحة وفقا لتقرير سابق لمجلة نيزويك وقال رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إن اهتمام روسيا بشراء طائرات دون طيار من إيران لحربها في أوكرانيا يكشف الحالة السيئة لجيشها وأضاف صحيح أن الروس يتواصلون مع الإيرانيين لمحاولة الحصول على طائرات بدون طيار مسلحة وفقا لوكالة بلومبيرغ وتعكس الصفقة حاجة موسكو لسد فجوة حرجة في ساحة المعركة والعثور على مورد طويل الأجل لتكنولوجيا قتالية حاسمة وفقا لما نقلته نيويورك تايمز عن خبراء ولذلك تشير ديلي بيست إلى أن الدول الإيرانية قد تسمح لروسيا بضرب أهداف أوكرانية بعيدة المدى بعدما فقدت موسكو العشرات من طائراتها دون طيار خلال الغزو لكن على جانب آخر تؤكد تقارير عدم تأثير الصفقة على مصار الحرب بشكل جذري من الناحية التيكتيكية وعدم إحداثها فرقا كبيرا من الناحية الاستراتيجية ويشير تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى أن الصفقة لن يكون لها تأثير كبير على الصراع في أوكرانيا وحسب التقرير فإن الطائرات دون طيار الإيرانية لن تحل مشكلة روسيا الرئيسية المتعلقة بنقص القوى البشرية والقدرة على تجديد القوات المقاتلة في أوكرانيا إذن الأمور تتطور بعد أن قامت روسيا بتوقيع اتفاقية لنقل الحبوب لكي يتم إنقاذ العالم من مجاعة محتملة نتيجة نقص الإمدادات الأوكرانية والروسية وحيث قامت بقصف ميناء أوديسا الأوكراني ونفت روسيا في البداية بعد أن وقعت في إسطنبول على هذه الاتفاقية ها هي روسيا تعترف بضرب ميناء الحبوب في أوكرانيا هل تم الضرب بواسطة صواريخ أم طائرات بدون طيار فقد اعترفت روسيا اليوم الأحد باستهداف ميناء أوديسا الرئيسي على البحر الأسود في الواقعة التي حدثت غدا توقيع موسكو وكييف اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية يوم الجمعة الماضي وقالت النطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن صواريخ روسية ضربت ميناء أوديسا مبررة ذلك بتدمير بناء تحتية عسكرية في الميناء وجاء ذلك الاعتراف بعد يوم واحد من نفي موسكو لأنقرة بأي تورط لها في الضربات وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار السابت أن روسيا نفت لأنقرة أي تورط لها في الضربات على مناء أوديسا الأوكراني وأوضح أكار قال لنا الروس أن لا علاقة لهم في الإطلاق بهذا الهجوم وأنهم يبحثون هذه المسألة واليوم الأحد كتبت ماريا زخاروفا على تيليجرام أن صواريخ كلبر دمرت بناء تحتية عسكرية في مناء أوديسا بضربة عالية الدقة وفقا لفرانس بريس وأصابت صواريخ روسية الميناء حيث تتم معالجة الحبوب الأوكرانية المعدة للتصدير وفق ما أفاد الناطق باسم الجيش الأوكراني وقال إيجاد قصف ميناء أوديسا حيث تتم معالجة الحبوب قبل تصديرها مضيفا أسقطنا صاروخين وأصاب صاروخا أخران حرم المرفأ حيث هناك حبوب بالتأكيد وتسببت الضربات الصاروخية على أوديسا في وقوع إصابات وفق ما أعلن من حاكم المنطقة وقال في بيان مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأسف أصيب بعض الأشخاص البنية التحتية للميناء تضررت من دون إعطاء تفاصيل عن مدى خطورة الإصابات وبعد الحادث اتهمت أوكرانيا الرئيس الروسي بوتين بأنه بصق في وجه الأمم المتحدة وتركيا عبر هجومه على ميناء أوديسا بحسب ما نقلت فرانس بريس وأكدت كييف أن موسكو ستتحمل مسؤولية فشل الاتفاق عن تصدير الحبوب الذي جرى توقيعه في إسطنبول وتعد أوديسا أكبر مدينة وأهم ميناء على ساحل البحر الأسود وبالتالي فيتعتبر منفذا ضروريا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية إذن الحرب تتسع وباقية وتتمدد ولا يمكن التنبؤ بمتى تتوقف ها هي موسكو تسعى للحصول على دعم طهران بطائرات مسيرة لمواجهة الطائرات المسيرة التي تستخدمها أوكرانيا مثل المسيرات التركية الشهيرة بيرقدار وكذلك أيضا المسيرات الأمريكية إلى أين ستصل الأمور ومتى تتوقف الحرب هذا ما لا يعلمه أحد متابعين الأعزاء إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته